هي الناس قلت رأيها بالنسبة للتحكيم إنما الفقرة دي اسألوا كابتن أحمد شان هو هيرد هنسمع واحد واحد هيقول إيه وتجاوب على كل سؤال فضل يا محمد المتداول على الشارع المصري هل هو راضي عن مستوى أداء التحكيم المصري في السنوات الأخيرة؟ طبعا يعني الريدر كامل مش موجود ليه؟ لإن الأداء الموحب بين الحكام مش موجود مش موجود مش سيسر ها ولكن لو فيه ستفل يعني ثبات خلاص مش عنه لبعده فيه أخطاء تحكيمية كتير جدا في المتشاط وده اللي بعدها بيكون بيتسبب في المتشاط كتير لأخسارة فريق أو مكسف فريق فعايزين نعرف هل ممكن يبقى فيه حل بعد كده المتشة حتى لو خلص بسبب خطأ تحكيمي كبير أو كده بيأثر على النتائج طبعا وفي الدورة بالذات النقط وكده فهل ممكن يبقى يحصل إعادة متشة أو حاجة؟ السؤال مهم جدا خلي بالك إهميته في إيه؟ حتة إعادة المباراة لخطأ في تطبيق القانون مش كده؟ نعم لابد يكون هذا الخطأ أثر في نتيجة المباراة بمعنى لو حاكم النهاردة كان مفروض يطرد اللعب ده الدلق انظرين وما تردوش واللي عيدها من الفرقة دي خلاص والفرقة دي خسرت نعم عيده المباراة ليه؟ يستفد؟ أو ضرب الجزاء؟ لا خلي بالك أنا جايلك في تطبيق القانون آه أما دي تطبيق قانون لا تطبيق قانون في ضرب الجزاء مش تطبيق قانون يعني أنا بقى بكزبان 3-2 وجيه ضرب الجزاء بكزبان 4-2 لم تعتسب شأنها شأن تقديري للحكم تقديري آه يعني ممكن على مزاجي الحكم لكن خلي بالك بقى أنا نفس ركل الجزاء آه وبعدين بعيدها بشكل خاطئ آه مغاير للقانون آه إذا كانت أسارت في نتيجة المباراة تعادل مباراة هيا ما أنا بقولك هو ضرب الجزاء لا تحتسبت دي أواحدة ضرب الجزاء اللي صالحي آه اللي جاء بقى فلان ولا علان كويس الحكم ما حسبهاش دي ملهاش دعوة وأنا كزبان 3-3 كان يبقى نتيجة 4-2 وهي ضرب الجزاء أصلا ما أنا جايلك قابت المصطفى أنا شفت الكلام أنا بقولك إيه أنا احتسبت ركل الجزاء آه ونفستها اتنفزت آه وبعدها مش تبقى للقانون بشكل خاطئ آه وأثرت هذه على النتيجة على النتيجة تعادل مباراة هل ده ممكن أحصل عندنا؟ لكن ركل يجي آه لازم يهو بوه ده اللي بيحصل عندنا؟ لا لا لازم تتعادي ما يقدرش معيش تتعادي يا كاتن أحباد ما بيحصلش عندنا مالي لكن تبقى للقانون هنا تتعادي بيقلم عاكونا أنا بيكلم على إعادة المباراة أن يكون الحكم أخطأ في تطبيق القانون الذي أثر على نتيجة المباراة اللي بعده في مشكلة جامدة جداً بالنسبة للتحكيم في مصر وده بنشوف أثار وفرق بتستفيد من أخطاء الحكام وأخطاء متعمدة يعني أخطاء متكررة ومتعمدة يا إما في غرفة الفار يا إما في الملعب عايزين نشوف حل للموضوع ده لأنه أصبح يعني من ضمن أسوأ ما في الغياضة المصرية حلا يا كابت والله أنا عايز أقول نفس الكلام يعني هو طبعاً وجهة نظره مشاهد فريقه مظلوم للأخطاء لكن أخطاء التحكيمة كابتن مصطفى ستظل موجودة في كل العالم وحتظل بتقنية الفيديو حتظل كويس ليه؟ لأن اللي قاد على الفيديو بشر واللي في الملعب بشر نعم اللي حيبقى زيره اللي هي الكرة لو دخلت باللي هي جول لين تكنولوجيا مفيش كرة مش هتخش وما تتحسب ولا كرة تدقل وما تتحسبش لا حصل في الدور الأسباني بارتشورينا لا دي ما أنا غير لك هنا بقى هنا تقنية الفيديو اللي عشان كابا بقول لك لازم يجيب أحدث حاجة تقنية الفيديو المستخدمة في الدور الأسباني ليست فيها جول لين تكنولوجيا اللي هو الخط بالزبط كده اللي بعده عايز أسأل حضرتك الضربة الجزاء اللي حسبها كابتن محمد عادل على ماتش في الماتش بتاع البنك الأهلي دي ضربة الجزاء صحيحة ولا مصحيحة ولو صحيحة ما حسبش زيها ليه كابتن محمود البنة في ماتش الزمالك والسموحة اللي لسه اللي قلنا التوحيد هو ده اللي مخلي الناس تتكلم نعم هدا يعني بص خارات معاكسة الحاجات ما هو ده اللي أنا بقولك عليه طب التوحيد ده يجي ازاي من الجهة بقى كمان إحنا بشر كابتن أحمد والجماهير دي بشر بس إيما يجي مصطحة نادي مستني يجول واحد عشان يقعد في الدرجة الأولى وبص تيجي حاجة ضد ما برضو حاجة حاجة زعب بتحص ما هو يا كابتن التوحيد أنا بتكلم في حاجة اللي أنا بقول إنت عندك المشكلة اللي فيه تقنية الفيديو يعني هي دي اللي بتبقى صعبة طب إنت يا فيديو إنت جيبه يشوف يقول آه يقول لأ هنجيبله مينة مواحد البحرية بالزبط ما ده قطرين ما هنزلو خنوني بس والله العظيم حاجات تحزن وحياة ربنا لبعده بالنسبة للفار مفيش أحسن من كده شوية بدل الزوايا اللي بتيجي للحكم من حتة ويكون الصورة التانية أوضح من زاوية تانية طبعا زي اتكلمنا في تقنية التصوير والعدد الكاميرات والحاجات دي كلها يعني هي دي بتعتبر الطريق الرئيسي لنجاح تقنية الفيديو ده الأساس وضوح وزاوية متعددة حتى نصل لقرار صحيح آخر سؤال اللي احنا عندنا في تقنية الفوار فيه أخطاء معينة في حيث الخط الساعة التسلل بيقى فيه اختلاف عن تقنية الفوار اللي برا في الدور الأسباني أو الدور الأسباني وده بيعمل أحداث خطأ وبالبالة بالنسبة للحكام حتى في مراجعة الفوار بيبقى فيه تأخير في القرارات خلينا بس نقول حاجة اللي انتو بتشوفوها التانية اللي هي بتاعت السري دي 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 الحديثة اللي هي كات في كاس العالم دي لازم تكون التقنية دي موجودة غالية جدا عشان تجيبوها بقى نعدل بس الأول الفوار ما أنا عشان كنا بقولك يعني بس إلى جانب الحكام ما بتعملش الخطوط الفوار يا كابت المصدر الحكام بتحط نقطة حمرة على آخر جزء في المهاجب ونقطة زرقة على آخر جزء في مين في المدافع وابتدخلها على البرنامج هو اللي بنات طلع الخطوط طيب هل مش ممكن تحط نقطة والخطوط ما ده بقى كويس إذا الخطوط طلعت مش على آخر جزء من كل لعب يبقى النقاط غير صحيح ما هي النقاط تلات تربع النقاط اللي بتحط عندنا كلها غلط لا ما اسمعني بس أنا مرددش أجيب لك الحالات يعني والله العظيم مردد أجيب لك الحالات ما هي ضربها كده يبقى خلاص يبقى كلامي صح إذا الخطوط لما تخش مش على آخر جزء يبقى النقاط غير صحيحة كابتن في ناس في الفار قاعدة جوه بتعمل على مزاجها أنا بقول لك كده الله يبقى ناس بتعمل كده يتقوم مشكلة في تليفونات في حاجات كتير أو الاتصال بين الحاكم وبين الفار جوه في حاجات عيب اللي راح يقولها ويتكلم فيها عشان كده بيجيبوا الخطوط مش على آخر نقطة يجيب لك من على الكتر عشان كان أنا الكلام إيه دلوقتي قلت إيه آخر نقطة والخطوط هو دي الفايصل طيب حتى أنا بطلع حالة نقول كده أه أيوة أنا فأنا شفتك كده مر وانت بتتكلم لا أنت بص أنت فيه ناس بتبقى عادة معك في الستوديو ساعة بتحاول تأثر عليك في قراراتك وانت كده بانيك تدعوه لا ده لازم بالزبط كده